نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروح يأتي ذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصاب الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مرسى مطروحة بدأت المراسم بكلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أشارت فيها إلى جهود مصر الرائدة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب السابقة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمناطق الساحل الشمالي الغربي مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة في هذا الإطار فيما ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشيرا إلى أن للمركز خبرة كبيرة في تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقا لبرنامج للعلاج والتأهيل كما شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمركز الطب الطبيعي والتأهلي وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولي اشتركوا في القناة